الصداقة الألمانية الفرنسية أحياها قادة البلدين في برلين حيث وللمرة الأولى في تاريخه استضاف البرلمان الألماني برلمانا أجنبيا بكامل أعضائه في كلمة أمام الصحفيين قبل خطابه في البرلمان الألماني الرئيس فرانسوه هولند شدد على عامل الثقة يجب أن نقدم لأوروبا ثقة بمستقبلها فتأخذ القرارات في الأشهر المقبلة من أجل تمتين الوحدة الاقتصادية والمالية وسنعمل لنكون واقعيين ومفيدين في البرلمان الألماني أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية شددت أيضا على التعاون القائم والمستمر بين ألمانيا وفرنسا نعم لدينا اتفاق للتعاون المالي وآخر للنمو لكن لم نصل بعد إلى نهاية الطريق ألمانيا مقدرة للإقتراحات التي ستؤدي إلى المزيد من التعاون الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية ترأس معا مجلسا لحكومتي البلدين وعلى جدول الأعمال ملفات الوضع في مالي وآليات التعاون الفرنسي الألماني في هذا الملف ترجمة نانسي قنقر